اليوم موضوع هنا عن طرد الصحفي المغربي عبدالصمد ناصر مقدم الأخبار الجزيرة المعروف منذ افتتاح الجزيرة أظن أن جميع العرب أو المتثبيين لهذه القناة يعرفونه جداً معرفة لكن ما يثير حافظتي في طرد هذا الصحفي وهو التغذي عن البنقنة والدراجي الذين يعملان لدى نفس القناة عبدالناصر عبدالصمد لم يقم بشيء إلا أنه دفع على وطنه وأظن هناك استفزازات كثبيرة من الجزائريين وقد فعل ما يفعله الدراجي وما تفعله بنقنة على تويتر يعني نفس تقريباً نفس التدوينات نفس الستايل نفس التدوينة المحتوى مختلف هو يدفع المغرب هم يدفعون الجزائر نعترف الآن كمغاربة خسرنا موقعات الجزيرة نعترف بأن الجزائريين نافدين في الجزيرة ولديهم نفوذ أكبر من المغاربة هذا نعترف به وهذا يبدو جلياً في بعض القنوات إذن الإعلامياً الجزائر متفوق علينا هذه معركة نخسر حرب نربح أخرى ربحنا حروب كثيرة خسرنا واحدة معركة لكن هذا لا يعني أننا خسرنا أو وضعنا أيدينا إلى الأرض نداء هنا للإخوان في قطر والعملين في قناة الجزيرة والمغاربة كذلك العاملين في الجزيرة يجب إنشاء تكتل أو لوبي مغربي لكي يدافع على حقوق المغاربة في هذه القناة هناك موديع الفلسطيني هذا المديع صراحة يكره شيء اسمه المغرب يعني كل من تحدث عن المغرب تجده أول الكارهين له نسيت اسمه ستطرخل إلى موضوعي في فيديو قادم لكن الآن المهم هو أن المغاربة حان الوقت يتكتلوا أو ينشئوا لوبي قوي فالجزائريون اتحدوا مع هذا الفلسطيني والفلسطينيين الذين يحمون حوله وكما تعلمون جزيرة مسيرة من الفلسطينيين سوريين ومن الإعلامين المشهورين الذين يعملون في الخفاء وقد لحظنا كذلك مؤخرا ظهور الزعيم الجزائري مع بن قنة وكيف يروجون للرؤية الجزائرية بالقناة نعم بن قنة فوزت هذه المرة ودراجي لأننا قد فوزت لكن هذا لا يعني أننا سنسترجع إن شاء الله صحفينا وسننتصر إن شاء الله قريبا لذلك نتمنى من الإخوان القطريين والعاملين بالقناة أن يقوموا بالمثل كما طرد الناصر لماذا لا تطرد بن قنة والدراجي بل الدراجي وبن قنة يتفننون في سب المغرب يتفننون في تويتاتهم لو شاهدتهم فقط في تويتات الأخيرة فالمغرب يعني هو على نساهنهم يوميا فبن قنة والدراجي لا يغمض لكم الجفن إذا لم يصبوا المغرب مسكينات ألم رأسهم هو المغرب وفي الأخير يطرد ناصر وهذا بالفعل يعني أن الجزائر متاغل غلا في قناة الجزيرة للأسف ستفقد مستقيتها الذين في المغرب لأنها بهذه الطريقة نفهم بأن الجزيرة تقدم أجندات الجنرالات تقدم أجندات الدكتاتورية الجزائرية وهذا لنقول أنه يمس صورة الجزيرة التي لها صدى طيب في المغرب لكن للأسف ما نشاهده الآن وما نسمع الآن يحس في النفس خصوصا عندما تكيل القناة التي لا يجب تكون محيدة تكيلوا بميكيالين والآن الجزيرة القطرية أصبحت بوقا للأسف للنظام الجزائري الذي هو نظام منبوض عالميا حتى من مواطنيه أصبح منبوضين يعني يعجز اللسان عن وصف ما يحصل الآن في هذه القناة ناصر نحن نعلم أنه مديع متمكن مخضرم هذا بطبيعة الحال هذا مما لا يدعو إلا شك فيه أنه غدا أو بعد غد سيعمل في قناة معروفة وعالمية هذا أمر مفروغ منه لكن نريد أن نشن حربا على بنقنا والدراجي الذي نعلم أنه خلفهم هناك من خلفهم نعلم أنهم فقط هم الواجهة لكن هذا لا يعني أننا سنتركها خديجة بن قناة هو الدراجي صاحب البعلق الرياضي الذي يتفنن في سب بلدنا الحبيب إلى اللقاء في فيديو قادم أنتظركم في التعليق موسيقى موسيقى موسيقى